موسيقى يحملون أرواحهم على أكفهم مقتنعين أنهم يموتون لغاية وينتحرون لهدف لكن خلف هذا الاقتناع والانتحار قصة ضحايا صدرت إرادتهم على أيدي قادة يستثنون أنفسهم من لعبة الموت ويكتفون بغسل أدمغة من يتولون المهمة النظر في تفاصيل وجه المنفذ مهما كان قوي الشكيمة يلاحظ غياب إرادته الحرة كما أنه يلاحظ في عيون من دفعه للانتحار فرحا لا يوصف إلا بالسادي الإمام أو الأمير أو ما شئتم تسميته قال كلمته كلمته ثمنها حياة جعفر جعفر المراهق الأسبكي تعطر في طريقه إلى ما يعتبرها أو ما أقنعه أنها الجنة جعفر الطيار وهو اسمه الحركي لم يتجاوز الحلم عمرا وعقلا فكانت ضحية نموذجية لطموح قادته فهم أقنعوه بأن يغادر حضن أسرته للجهاد في سوريا وها هم يقنعونه بمغادرة الحياة كلها لا يدري أحد أي سحر يمتلكون أو أي وصفة تذهب العقل يستعملون لكن جعفر سيدرك ذلك لاحقا لم يعرف بالطبع من يقتل لكن القائد يعلم وجعفر ينفذ القائد لا ينتحر لكنه يرسل الأطفال والشباب بعد غسل أدمغتهم إلى حتفهم لا يدري المتابع لملامح جعفر قبل أن يتوجه إلى حتفه هل هي رعب أو خجل ممن يدفعونه نحو الموت قادت دبابة المفخخة تباكيا بدت ملامحه هذا المراهق طفولية أكثر وهو يبكي والكل يعلم أن التنصل من هذا الأمر كفيل بقتله كذلك هو ميت لا محالة معنا الآن من القاهرة الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة العميد خالد عكاش عميد عكاش مساء الخير مرحبا بك معنا ربما تبعت معنا هذا الفيديو المؤثر لهذا الشاب الأسبكي المراهق يعني واضح من الصور عمره لا يتجاوز 16 يمكن 15 سنة أو 17 سنة شيء من هذا القبيل ما الذي يقنع شاب بعمر الورود بأن يجلس في هذه المصفحة الملغمة ويندفع نحو هدف ويفجر نفسه يعني ما هو المنطق الذي يمكن أن يتقبل مثل هذا الشاب في هذا العمر تحديدا يعني بداية دعنا نقول السيد مهند أننا قدام مأساة كبيرة يعني نحن قدام عملية غسيل أدمغة بامتياز أمام مأساة حقيقية يتعامل معها القائمين على شؤون التنظيمات الإرهابية في مواجهة هؤلاء المراهقين بدأت التنظيمات الإرهابية مبكرا تجنيد الشباب وكنا ندرس ونلاحظ بأن المقاتل الشاب في أيام تنظيمات القاعدة في الثمانينات والتسعينات حتى مرحلة الألفية هم الوقود الرئيسي للعمليات الإرهابية انتحارية أو قتالية كانت وإذا بنا الآن في العوام الأخيرة ندخل إلى مرحلة أكثر حرجا وأكثر بشاعة ويعني استهانة بالعقول بالدخول إلى مرحلة المراهقين والأطفال المسألة لا تعد كونها بحثا عن قناعات لدى هذا الانتحار المراهق بقدر ما هي بحثا عن ما يقوم به هذه التنظيمات الإرهابية تنظيمات الإرهابية حقيقة بدأت في دراسة النمازج الاجتماعية أو المناهج الاجتماعية التي يمكن من خلالها النفاذ إلى عقول هؤلاء المراهقين بدأت توضع مناهج حقيقية لانتقاء هؤلاء نحن الآن كنا بصدد مواطن أسبوكي هي محيط ويعني مجتمع بعيد كل البعد عن المجتمعات العربية لكنه مجتمع إسلامي يبدأ بداية في استجلابه ثم إعداده من الناحية النفسية إلى مسألة القتال بداية وينتقل به من مرحلة القتال عندما يلحص في عدم سبات نفسي هو يلعب على مرحلة التأرجح النفسي لدى هذا المراهق حتى يمكن استقطابه إلى دخول مرحلة الصفوة كما يسمونها في داخل الجامعات الإرهابية هم يوهموا أو يلعبوا على قدر كبير من الإيهام لدى هذا الشاب أو هذا المراهق تحديدا إلى دخوله إلى مرحلة الصفوة وهذه المرحلة تأخذ شهورا متعددة وليس تخلى سريع من الصور التي شاهدنا في هذا المقطع حتى مرحلة الصفوة التي تحدثت عنها واضح أن الشاب مرتبك إلى حد كبير هو ربما مزيج من خوف على ارتباك على عدم تصديق ماذا يجري له هذه حتى مرحلة الصفوة ما زالت تثير شكوكا عند هذا الشاب حتى وهو في اللحظات الأخيرة قبيل التفجير هذا النموذك تحديدا قد يكون لحظات عفوية يعني خروج رد فعل عفوي لكننا شاهدنا العديد من الشرائط المصورة لمجموعات الانتحارين هناك من يقدم على المسألة وكأنه بالفعل يطير إلى الجنة كما يهمونه ويبدأ بث حالة كبيرة جدا من نموذجين محددين لابد من الإشارة إليهم أولا هو يزرع بداخله قدر كبير جدا من الحلم بالبطولة وأنه ينفذ عمل بطولي كبير وأنه داخل إلى مرحلة وكأنه يمارس أرفع درجات الانتقام من المجتمع الكبير الظالم والمتحكم في البشرية جمعاء وأيضا هو من ناحية أخرى يعني يضع ويزرع في نفسيته حالة كبيرة من الحزن هو يلح على زرع الحزن والكآبة في داخل نفسه بأن هذا المجتمع الظالم بداية من العصور الأولى منذ عصر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الآن ويضع على أكتاف هذا المراهق الذي لم تتشكل درجة وعيه الآن بأنه هو رسول العناية الإلهية الذي سينتقم للإسلام وللمسلمين جميعا دعني أسألك عن هذه النقطة عميد مكاش إذا سمحت لي يعني أنت تحدث عن مراهق لم يتشكل وعيه كما أشرت قبل قليل لماذا تلجأ هذه التنظيمات المتشددة إلى تجنيد مثل هؤلاء لماذا لا تذهب إلى أشخاص أكبر سنا أكثر وعيا ربما يكونوا أقل ارتباكا في تأدية المهام المكلفين بها هناك يعني درجة عالية من البراجماتية تمارس هذه الجماعات الإرهابية بشكل كبير هو يريد البحث عن العجينة الأكثر ليونة عجينة لينة سهلة طيعة يمكن العمل عليها ببساطة كان قديما كما أشرت في البداية يجري وراء الشباب وهناك من كان يقوم بعمليات انتحارية في سن يصل إلى الثلاثين من عمره لكنه وجد أن هذه النوعية صعبة المراس وصعبة في طرح أسئلتها وصعبة في التطويع في مسألة التطحية بنفسها خاصة وهو قد وصل إلى مرحلة من الوعي قد يكون هناك أخذ ورد في قبل القادة وفي قبل أو في مقابل القادة الذين يديرون هذا العمل لكن المرحلة المراهقة هي مرحلة سهلة وطيعة وسهل صب المفاهيم المغلوطة لديها احتفاظا بالمراحل الشابة هي التي تقوم بعمليات القتال المستمر وعمليات التنظيم وهذه العجينة اللينة كما أشارنا هي التي يمكن التضحية بها بسهولة وهي ليست عملة غالية بالنسبة للتنظيم يمكن التضحية بها بشكل سريع وبشكل أكثر سهولة بالنسبة لهذه التنظيم شكرا لك العميد خالد أوكاش الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة كان معنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر